كشف الإعلام الرياضي حسين جناد حقائقا جديدة بخصوص تقنية الفار في المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخب الوطني ونظره الكاميروني حسين جناد قال إن نائب رئيس لجنة تحكيم محمد بشاري لا علاقة له بالفار لكنه هو الذي اختار الفار البرتغالي والذي يعتبر الأسوأ حاليا ولكن الاتحادي ينتعنا وش دارت المهمة على الفار عطاوها المحمد بشاري نائب رئيس لجنة تحكيم بشاري نقول هكذا بصراحة ما عنده حتى علاقة بالفار عمره مدر تكوين على الفار وما يعرفشوش يحب يقول الفار راح بشاري وحده كرا الفار وجاب نوعية راديئة تعالفار من هنا بدأت القصة تعالفار نوعية راديئة لأن الفار تعالبرتغال هذا معروف في الساحة بأنه نوعية غير صالحة الحكام تعالفار ما يقدروش يخدموا به انت جايينك حكم من ألمانيا جيب النافار ألماني جيب النافار انجليزي ويجيبهم المعدات معاهم ويتحكموا فيهم ويقدر يسيروا الفار كما يحبوا شكرا